في ظل تباين طروحات إيطاليا وفرنسا حول أسس الحل تجمع الفرقاء في ليبيا إلى جانب أطراف دولية في مؤتمر جديد استضافته باليرمو تشارك في المؤتمر مكونات أساسية مثل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وشخصيات من المجلس كما يشارك رئيس حكومة الوفاق فايز السراج وأطراف ليبية أخرى لا توجد تأكيدات بعد بشأن مشاركة قائد الجيش الوطني خليفة حفتر بينما تؤكد مصادر ليبيا مشاركته في لقاءات اليوم الثاني خاصة في اجتماع دول الجوار الليبية في يومه الأول ناقش المؤتمر ولفات أمنية وسياسية واقتصادية فيما يتضمن اليوم الثاني لقاء رؤساء دول طوق ليبيا وإيطاليا وأدول أخرى لبحث الوضع على الحدود الليبية الأمم المتحدة من جانبها اقترحت إجراء انتخابات في الربيع المقبل الشروط أكثر ملاءمة للعودة إلى خطة العمل وهذا من اعتزم القيام به أولا من خلال دعوة الليبيين للاجتماع على الأراضي الليبية والاتفاق على قضايا معلقة مثل الإطار الدستوري ومواعيد الانتخابات ونوع الانتخابات التي نريدها هل هي برلمانية أم رئاسية وما هو نوع القانون الذي نحتاجه قد يساهم المؤتمر في التغلب على تباين وجهات النظر بين إيطاليا وفرنسا ولكل منهما مصالح نفطية في ليبيا لكنهما استخدمت نهجين مختلفين في محاولة لحل الصراع وفيما تتودد فرنسا إلى حفتر تدعم إيطاليا فايز الصراج لكن هناك مصلحة للجميع في الدفع نحو الحل بليبيا ليبيا التي تحولت إلى محطة للمهاجرين غير الشرعيين نحو الشواطئ الجنوبية لأوروبا وبيئة حاضنة للجماعات المتطرفة ترجمة نانسي قنقر